لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أكروت ببعقل إذا ما نقمل ببعقل وذا يرد ببعقل وذا ينكر ببعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين حقوق المساعد أعزائي المشاهدين أنا برحب بيكون في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل عنوان حلقتنا النهاردة هيكون باسم ابن حجر بيطعان في الرسول واستحابه وحلقة النهاردة والحلقات الجاية هنوصل كلامنا عن الصفات الفعلية أو الأفعال الاختيارية وقبل ما نبدأ هنعيد تعريف الصفات الفعلية بشكل سريع فأول كتاب هنقرأ منه أصول أهل السنة والجماعة من صفات الله صفات فعلية متعلقة بفعله سبحانه إنشاء فعل وإنشاء لم يفعل ومنها النزول والمجيء والإتيان والاستواء والغضب والضحك والرضى والصخط وغيرها وطبعا في الحلقات اللي فاتت إحنا تكلمنا عن الغضب والرضى وصفات تانية كتيرة والحلقة دي هنتكلم عن صفات النزول وهي برضو صفة فعلية يعني الله بيعملها يفعلها أول كتاب هنقرأ منه شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة بيقولنا كده الصفات الفعلية هي الصفة التي تتجدد وتتعلق بالأسباب وضابطها أن تقول إنشاء فعل وإنشاء لم يفعل ومثال ذلك النزول إنشاء نزل وإنشاء لم ينزل وطبعا الصفات دي المرجع الوحيد اللي في إثباتها هو القرآن أو السنة وطبعا اللي بيرد أي صفة أو اللي بيرد الصفات دي هو في الحقيقة بيرفض إيه؟ هيكون بيرفض القرآن أو السنة يعني من الآخر اللي بيرد أي صفة من دي بيكون بيرفض الإسلام وإحنا دلوقتي هنشوف حوار بين الإمام أحمد وواحد اسمه شريك في كتاب شرح لامات ابن تايمة بيقول إيه؟ ومما ورد ما ذكروا الإمام أحمد في كتاب السنة بسنده قال قدم علينا شريك فسألته عن الحديث إن الله ينزل ليلة النصف من شعبين فقلنا له إن قوما ينكرون هذه الأحاديث عن الرب فقال فما يقولون؟ قال يطعنون فيها قال إن الذين جاءون بهذه الأحاديث هم الذين جاءون بالقرآن وجاءون بالسنة وجاءون بالصلاة وجاءون بالحج وجاءون بالصيام وغيرهم فما يعرف الله إلا بهذه الأحاديث يعني الإمام أحمد نقل الحديث ليلة النصف من شعبين لإنه فيه صفة النزول فالكلام على النزول كصفة يعني ومهما اختلفت الأحاديث ونلاحظ رد الشريكة على الإمام أحمد وقال إن اللي جاءونا بالأحاديث دي هم اللي جاءونا بالقرآن وكمان جاءونا بالسنة والصلاة والحج وجاءونا بالصيام وغيره فما يعرف الله إلا بهذه الأحاديث يعني لاحبش نعرف ربنا غير بكده بالأحاديث دي حدش يقدر يطعن في الأحاديث والطعن برضو ممكن يكون إزاي الطعن بيكون عن طريق كمان التأويل وهنوضح النقطة دي بس بعد إيه بعد شوية وطبعا عزيز المسلم معنى كده إن ابن حجر ده واحد من أعظم شراح أو أعظم شارح لأهم كتاب بعد القرآن وهو صحيح البخاري لما بيأول معناها كده يعني إيه يعني بيطعن في القرآن والسنة وطبعا في اللي نقلوها ليكوا اللي هم الصحابة وأكيد في النهاية هيكون بيطعن في الرسول وبيتهم الله إنه ما اخترش النبي أمين أو على أقل تقدير النبي مش فاهم إيه اللي بيقوله لأن النبي عمره ما أول أي صفة من صفات الله يعني ابن حجر بيقول كده أنا أفهم أحسن من نبي وأقل ما يقال اللي بيعمل كده إن هو إيه مبتدع وده اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية فمن أنقر النزول أو التأويل يقول لنا كده فهو مبتدع ضل يعني تصور عزيزي المسلم إن واحد مبتدع ضل زي ابن حجر يكون شارح لأهم كتاب بعد القرآن وهو سهيل بخاري وعشان طبعا نسبة مصدقية كلامنا في حلقتنا زي ما عودناكم دايما لازم بنروح لشرح ابن حجر نفسه واللي عايز طبعا يتأكد بيراجع ورايه كل كل كلام اللي أنا بجيبه من المراجع أول كتاب هنروح لي صهيل بخاري كتاب الدعوات باب الدعاء نصف الليل بيقول كده عن أبي هريرة عن الرسول قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل الليلة إلى السماء الدنيا وقبل ما نروح لتعليق ابن حجر أو شارح ابن حجر هنلاحظ أن متن الحديث في كلمة يتنزل يتنزل يعني ينزل بكل وضوح طيب نروح لشرح ابن حجر للحديث استشهد بالكرماني وقال النزول محال على الله لأن حقيقته الحركة من جهة العلوة إلى أسفل وقد ضلت البراهين القاطعة على تنزيه على ذلك يبقى طبعا الكرماني بتوقع أن النزول في حركة فأثبتها كنقص وبعدين رح نفاها وطبعا عمل كده من غير ما يكون طبعا مع أي دليل والرد عليه هيكون من كتاب شرح العقيدة الوسطية بس قبل ما نروح لشرح العقيدة الوسطية لو ابن حجر نقل لنا كلام من أي واحد هو بيذكره ومش بيرد الكلام ده يعني موافق عليه نروح بقى للشرح يقول كده فإثبات النزول لله سبحانه وتعالى لا يلزم عليه اللوازم الباطلة التي أوردها المتكلمون فقالوا إن أثبتنا النزول اقتضى التنقل والحركة يعني إحنا لو قلنا الله بينزل يبقى كده إيه بيتنقل ويتحرك واقتضى إنه يتنقل من مكان لمكان ويتحول من محل لمحل كل هذه لوازم باطلة والشيخ البراق رح رد على الكرماني وقال النزول محال على الله يعني أنت بتقول يا كرماني إن النزول محال على الله هذا قول منكر ورد لخبر النبي وهو أعلم الخلق بربه وقد تواطر عنه صلى الله عليه وسلم الخبر بنزوله سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة يعني ابن حجر بينقل كلام الكرماني زي ما قلت لكم إنه هو موافق على كلامه ومعنى كلام الكرماني إنه إثبات النزول حقيقة ده منكر وكده بيقول إن فيه تطاول على الله وطبعا كده يعني هو لما بينكر إن الله بينزل طبعا هو كده فيه تطاول ولو كان كلامه صحيح كان على الأقل حاجة كان الرسول بيّن للمسلمين إن النزول مثلا مجازي أو الله ما بينزلش حقيقة أو أي حاجة ولكن الرسول لما يقول ينزل ربنا ويسكت بيدل على إن النزول فعلا حقيقي فهل الكرماني مثلا بيتعمل رسول بسوق الأدب مع ربه وطبعا ابن حجر بيوافقه لإنه مش بيرد عليه وأكتر من كده الكرماني بيرد حديث صحيح لإنه أنكره على الحقيقة الإشكال بقى إن ابن حجر هو شارح للحديث وبينقل قول الكرماني ومش بيرده ولا بينكره خلينا نشوف الشيخ البراق بيرد كمان عليهم ويقول إيه؟ بيقول الكرماني أن نزول محال على الله هو مسهبا معطلة من الجهمية ومن تبعهم ومن المعتزلة والأشعارة ومن مسهبهم نفي علوه سبحانه بزيته واستوائه على عرشه ونفي قيام الأفعال الاختيارية به يعني خلينا كده نشوف كده في الكلام اللي بيرد علينا في الشيخ البراق بيقول إيه؟ إن الكلام ده كلام الجهمية بينكره النزول والعلوه كل الأفعال الاختيارية والكلام ده طبعا إحنا وضحناه في الحلقات قبل كده خلينا نشوف كمان كتاب بيأكد نفس الكلام الأشعارة في ميزان أهل السنة بيقول كده سالسا أن الجهمية كانت تنكر أن ينزل الله بنفسه وتتأول بذلك بنزول أمره يعني بيقول ما بينزلش بنفسه فيروحوا يأولوا الكلام ويقول إيه؟ يعني بينزل أمره بس كده أو نزول ملك ونحو ودي طبعا مشكلة كبيرة إحنا هنتكلم عليها دلوقتي وأن هذا هو الذي أنكره السلف عليهم يبقى السؤال دلوقتي ليه ابن حجر بينقل قول معروف عن الجهمية ومش بيرده طبعا الإجابة لأن ابن حجر بيوافق الجهمية أو أنه جهمي طبعا وطبعا لو وافق الجهمية هو جهمي وعشان نتأكد من النقطة دي هنروح للكتاب برضو الأشعارة في ميزان أهل السنة بيقول موافقة الأشعارة للجهمية في تأويل النزول وأنه لا يراد به الحقيقة هو من مجازات الكلام وقال أبو المعالي الجويني في الإرشاد والوجه حمل النزول وإن كان مضافا إلى الله تعالى على النزول الملائكة المقربين غاية ما كده أتكلم ووصل إلى أنقالة ومما يتجه في تأويل الحديث أن يحمل النزول على إصباخ الله نعمائه على عباده طبعا هنا يعني كل اللي قاله الكرميني ونقله ابن حجر نبين كده طبعا هنبين قول الكرميني دلوقتي يوصل الكرميني كلامه إيه يقول كده ويتأول ذلك بأن النزول المراد يتأول ذلك بأن المراد نزول الملك الرحمة ونحو كل اللي قاله الكرميني هو اللي نقل ابن حجر أو يفوض مع اعتقاد التنزيه يبقى ابن حجر صراحة بيقول النزول من المنكر ولكن لابد من تأويل وطبعا ابن حجر بيعلنها على لسان الكرميني وده اللي علق عليه الشيخ البراك وبيقول كده وتأويل النفا اللي نزوله سبحانه بنزول الملك أو نزول الرحمة هو من تحريف الكلام عن مواضعهم يعني الرسول بيقول كده ربنا ينزل بس ابن حجر بيقول لأ ينزل ملك فهل الرسول كان بيعبد الملائكة يعني من الصابقة عشان كده بيقول كده كفار كوريش كانوا بيقولوا اللي بيسلم هل سبقت يعني بقي يعني بقي من الصابقة اللي بيعبدوا الملائكة هل ابن حجر كده بيتكفر الرسول والشيخ البراك انتبه للنقطة دي ورح قال لنا هل يجوز أن يقول الملك من يدعوني فاستجب لي من يسألني فأعطيه فالذين تأولوا النزول بنزول الملك قد جمع بين التحريف والتعطيل فضلوا عن سواء السبيل يعني ملك يقول يدعوني أستجب ليك واسألوني أعطيكم طب فين كده ربنا وإضافة على كلام الشيخ البراك بنقول له معلش انت نسيك كمان تقول حاجة مهمة انهم جمعوا بين التحريف والتعطيل والتكفير مش تكفير اي حد ده تكفير الرسول والصحابة فضلوا عن سبيل عن سواء السبيل عشان كده نأكد لكم مستقية الحلقة الحلقات ومستقية ما نقلوا ابن حجر لانه ممكن اي واحد يقول لي دي زلت عالم او ممكن ابن حجر بس يقول كلام الكرماني وخلاص ومس شرط ان هو يوافق عليه على كل اللي نقلو تابعوني الحلقة الجاية عشان نتأكد ونعرف كمان ان ده كلام ابن حجر بنفسه والتقي بكم في الحلقة القادمة والدنباء والعوبة بين حقل المسر